شيء آخر يمكن لو نتكلم على موضوع زينب أنا بصراحة لم يحتز لي أي شيء عفيا علي ولا لم تحتز لي شعره يعني بأي شيء طرح كان سلبي تجاه الصورة لأنه بالتالي دائما عائلتي أنزلها خلينا نقول أولادي دائما نزلهم على سوشيال ميديا وفي بعض الأمور الشخصية أنا دائما ما حب أكشفها حفاظا على خصوصيتي لكن أنا شفت أنه بنتي زينب منتجها لكلية الطب أو طب الأسنان وفرصة حلوة أنه ننطي فكرة للجميع كانت النية صافية نقية وبالتالي الفرحة وين؟ الفرحة بردة الفعل لما كل الناس يعني احنا تعرف بالفترة الأخيرة ومجتمعنا يتعرض إلى مطابات كثيرة ما حدث من تعنيف وأيضا يعني مضايقة للنساء تعرضهم للتحرش حتى من عوائلهم أمور كثيرة سمعنا للانتحار كانت تفاصيل كثيرة ما طلح هو يدعم الامرأة أو المرأة يدعمها بشكل كبير يدعم خواتنا يدعم بناتنا يدعم زوجاتنا بالتالي أنا عامل أولادي بطريقة مقدة ما رد أقول مختلفة أنا متأكد كثير من الآباء عندهم نفس النفس وإن كان قد يكون لأنهم مو مشهور أو مو معروف فما يقدر يظهر أنا ممكن أكون سبب بإظهار بعض الأمور وهذا ما حدث ردة الفعل إذا أقول لك ما تصدق قبل ثلاثة أو أربعة أيام أنا شفت ردات الفعل كانت مختفة يعني ما أشوفها الناس تسوي لي منشن واتاق وكذا فما أشوف بس قبل كم يوم تفرغت أن أشوف أشياء من قبل شهر فرحان جدا كل أب بدا ينزل أولاده وكل أم بدا تتنزل أولادهم وبناتهم ويفتخرون بهم وهو هذا اللي إحنا نريد نوصله لأن أنت تكون مؤثر بالمجتمع بهذه الطريقة الإيجابية إذن إحنا وصلنا الرسالة لردة لذلك أنا فخور بأولادي وفخور بنفسي فما يأثر عليه شيء الله يحفظهم ويبارك بيهم ويسلمهم ويسلمك